اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية اكد ان مملكة البحرين استطاعت ان تتعامل مع فيروس كورونا كوفيد 19 بصورة ناجحة بفضل اجراءات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد والتي وضعت التدابير الوقائية اللازمة التي ساهمت في منع انتشار هذا الفيروس ورسمت الخطوط التي من شأنها احتوائه جاء ذلك خلال ترأس سموه للاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة والمتوافقة مع القرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية لتعزيز الاجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا وقد شهد الاجتماع سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق أسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد محمد حسن النصف أمين عام اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عززت من تطبيق تلك الإجراءات التي تحافظ على المجتمع الرياضي البحريني من أجل منع انتشار المرض والمحافظة على الرياضيين من خطر الإصابة به وقال سموه كلنا ثقة في أن تجتاز مملكة البحرين هذا الفيروس من خلال تكاتف الجميع فالكل مسؤول على الالتزام بكافة الإجراءات المتبعة والتدابير التي تحافظ على المجتمع وتدفعه ليكون أقوى في مواجهة المرض والحد منه وخلال الاجتماع اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على التصورات التي قدمها رؤساء الاتحادات الرياضية لمسابقاتها هذا الموسم والخطة التي ستتبعها الاتحادات لاستئناف أو إلغاء المسابقات حيث تم اعتماد الأول من يوليو موعدا للنظر في استكمال المسابقات أو إلغائها مع مراعاة قرارات الاتحادات الدولية والقارية الخاصة بكل لعبة بشأن ذلك وقد أشهد سموه بتفاعل الاتحادات الرياضية من خلال الخطوة التي اتخذها لتطبيق الإجراءات من خلال تعليق أنشطتها وفعالياتها في الموسم الحالي كخطوة احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومشاركتها في توعية المجتمع بأهمية اتباع كافة الددابير للحفاظ على سلامة وصحة الأفراد من هذا الفيروس